الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وعلى لباله ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا علاقة الله لا كفاء اللى اربعة وسبعينتا اللى هيني اقواله هجدت المسلمين للمدينة قريش دي بدار الندوى اجتماع ودو وقرار ودو قرار افقارو قل النبي صلى الله عليه وسلم وقل اقتله كفوت الله قريش في دار الندوى وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم اللى مسل قلنا رأياته ومبيل المؤلف ومسل ابدد ما تفاصيلة دي باشر احنايا ودبا ترجمتها مسل انقبي ان شاء الله قريش في دار الندوى وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا جنون القريش لما رأوا ان المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع ادي خلاستهم تعينوا وتعبوا ومراقز وقهروا في حال الناس ايوم قلموا لمسلمين منينا وكان انسان لقاويهم ولا نصرهم ولا الحفظهم ولا سديهم واكان راقبوا دا تعقعوا دي با منعات لقبئ قلوم دابيروا دي حالات دي با يعلوني ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم لانه اللهم دي بكين ندقصوا واجتماعوا وشققوا من قبل ووالدوا ونبروا وراحتهم وحريتهم والناس ايوم من قبي اللهم مستعبرا خطار يقولوا شكلوتوا دي بتجارتنا ودي بديننا ودي بمجتمعنا اندبيلوا مرة انشقلوا فاجتماع ودو دي بدار الندوى يوم الخميس يوم ستة وعشرين من شهر سفر سنة اربعة عشر هجرية اللهم يعني اندقصوا اجتماع ودو من الاربعان الا الاربعات عشر من الهجرة النبوياتة من النبوة يعني من النبوة الايام لهي من النبوة لانه هجرت لسه اداد دابا استبدأ لك فعربعة عشر سنة اندليت من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة بقى 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 رعبع سنة تلا اندقصوا عمع الخميس يوم ستة وعشرين من شهر سفر قصوا يعني اللي درسوا قطة اه تفيد يعني لقطة اللي لقلاصات لناية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطر اللي قلت خلصوا وخاصة وان صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يزهلوا في مكة والمئة النبي صلى الله عليه وسلم بقى بقى معنا ويخشى ان يخرج منها في عشية او دوحاها وقد حضر الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش وحضره ايضا ابليس في سورة الشيخ جليل من اهل النجد بعد ان استأذنهم ويعزوا بالله طبعا قريش اجتمعوا وتقصوا فكروا اذا بيلو اللي خطر اللي حن لازم نتخلص منو واللوم جمعات لكين لهاللوم النوم والنبي صلى الله عليه وسلم انصر اندال لكين تهم فقروا ومأورك بو وكانوا مطقع ركبو وحيقارك بو دي بقى لقبقوا حنا لازم الموضوع نرئي بيلو وكلهم لساداتنا ايوم لوجهانا ايوم لاشرافنا ايوم قصوا ومسلوم ابليس حادر على وعياذ بالله دي بصورة ناشيخ جليل من منطقة نجد اندقب اه نجد الى منطقة رياد وحواليها ووسطة وإلا تمنى اه اندقب اه اندت محسلة باقوم قصوا على دي بيلة جلسة ناي يا اه قرار بقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لاناس او دي با وطريحة القضية على المجتمعين فقال ابو الاسود نخرجه من ارضنا ونصلح امرنا ولا نبال اين ذهب اللي بيلة اول واحد اقتراحنا يقول على نافقروا نتردوا من مدينتنا وحالنا نأسني ومورنا نرتب ويخاصنا ببول على جيس من جيس بس حنا نافقروا نتردوا بيلة للا اين ورعلا قال الشيخ النجدي انكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وقالبته على قلوب الرجال فاذا خرج فلا قروة ان يحل على حي من العربي فتجتمع حوله الجموع ويطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما اراد رأوا فيه رأوا فيه رأوا فيه رأيا غير هذا اللي بلوم هالله لعنت الله عليه بليس والعياذ بالله اعوذ بالله منه اللي بلوم هالله انتم كما لا تره ليكم لقياهو كهو تعمتا ولا منطقناهو كهو مقنعتو والرجال اللي اقلسه لقدام باقيه ولا تعموا باقيه ولا تعموا باقيه ولا سنية كهو التالباب اللي منكم فاقرة منقبيه اي حي اي قبيلات او اي مجموعة او اي دقة اي قريت ديبان دعتا مكبوتو منقبي وارحبو منقبي وآمنو منقبيه اندا اقبال بوم جموع اندا جيشيوم دمتا اقلكم كايد بوم وقلكم الدمر بوم واشكال وده اقلكم الرأي انبل اللي رأي بحجرة او الرأي اللي مناسب يكوني بيالا الشيطان اللي الشيخ نجد لقاب الهالله قال ابو البختاري ورق انتين دقوا ابو البختاري مدير ابو الاسود تلاته وقوي على احبسوه اقلقوه عليه الباب حتى يدركوه ما ادركوه الشعراء قبله من الموت بيالا يوم نسوك بس دي بيت دبقوا لباب دبقوا ديبوا وادما من نوم اسكما لشعراء لركبوا وركبوا ولا تكانوا ميت بيالا اللي البختاري قال الشيخ النجدي هذه المال الشيخ النجد والله لئن حبستموه ليخرجن امره الى اصحابه وهم يفضلونه على الاباء والابناء فاوشكوا ان يثبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يتكاثركم به حتى يغلبوا على امركم فانظروه في قيري هذا الرأي والله بيالا يوم هذي اما هي اليسر الشيخ النجدي والعياذ بالله منه ابليس يقول لهم هلا والله احبسكم قبل دي بيت ولا خبر التمن اللي هم بتحوه من قبي وتوم هي انا من اولا دوم ومن اروحتهم زيادة فتوه متعوكم واسبط ود ديبكم ولا انقضد ديبكم متعوكم ولا هجموكم وفنقلكو فنقامو نزعى قبي وبعد دحوكم كندما دحوه يمكن قلوكم ودي موت ودي بقاتل ودي بلد قبوه اللي منه رأي بيت رأوه صح سمع اللي رأي بيت رأوه بيالا قال الطاقية ابو جهل اديان ابو جهل قال انت كمال بل الله ان لي فيه رأيا ما اراكم وقعتم عليه بعد انا رأي بيدي بو ولي رأيي اور منكم به لقلبو اور منكم يعني ارحيو او اور منكم لبي ليو واي هلاني لكن ادا انا قلقوا لكم تو رأي ان بل انتم لرأيكم ورأي بيدي بو ممس لكم دا بيالا تهاقوا وجالكم سلبو بيالا نأخذ من كل قبيلة فتن شابا جليدا نسبيا وسطيا فنيا ونعطي كل منهم سيفا يعني اه نأخذ من كل قبيلة فتن شابا جليدا جليدا نسيبا وسيطا فينا يعني ورأي من نمج شباب تريد ونساب لبوم وحسب لبوم وقوات لبوم وتريد لبوم ومن ينمن كلنا من اوساطنا دانسانا من نمج ابن من كلنا ونعطي كل منهم سيف وكل منهم سيف سارما ثم يعمدوا إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدروا بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فيضربونا بالدية فنعطيها لهم الله يبي اليوم منا شبابنا منا من دريداتنا لشباب لشو نقولا من التريد لأمورا من قبيلة كما فاركا لحيا يساوا اندح علينا الوم نجمع ورود كاين سيف سيني سيف بقوع سارم اندهبنا هوم حتى دطلت بوتو لدمنا ايو دي بقى باقي العرب كله قلت فرق حربنا عبد المناف وقال القريش كله حتى يقدر ديبا وكله قلت عالبا يقدرو وديت لحده وديتهم نهيبهم وبدلا نتخلص منه بيلا الطاقية ابو جهل ادي للشيخ لنجيه للشيطان تسمعه معله قال الشيخ النجيه القول ما قال الرجل القول ما قال الرجل الهقية الا بس لا تعطى بيلا اللقية بس ادلت تركبت بيلا الهقية واتدت تركبت الا تعطى الهقية بيلا يوم هذا الرأي الذي لا ارى غيره ليت بس لاقية لساني واقر المجتمعون هذا الرأي وخلاص اللي يعني رأي اللي اقرار ودوبهم كلما اقرروا اكدوا ديبوا امانوا ديبوا واصبتوا وانفدوا واخدوا يستعدون ويرتبون انفسهم لتنفيذ هذا القرار خلاص من اللي اوحر بنوو لقرار اللي وواجب قبعه وترتيبه وده قبعه ودقامه قبعه ووكث لحدده وشباب لحدده وده ترتيبات قبعه اللي قرار اللي اتفقه قل نفوزه وانده قيسه وانده ما اتقو قل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلت قلت بوطه ولا دمنا نايو تقابه الكل اللي قلت فرق وديات قلت فعو لانو بني عبد المناف قريش كل اللي قلت قدر اندبالا وقاللي للشيطان ينديب اللي رأي اللي وافق يوم مو ودو ومحصلة بين تدبيرهم التدبيرتهم اللي دبرو وتدبير قريشة دبرو اللي فكرت الله اللي فكروا وتدبيرنا يا الله سبحانه وتعالى ما على اللي بحلقة لتمطي تهاكونا وسكنة رئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير